لا يمر اليوم الدولي للهجرة الذي يصادف الثامن عشر من كانون الأول من كل عام دون استذكار معاناة النازحين والمهاجرين العراقيين التي تمثل واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العراق ملايين العراقيين اضطروا إلى الهجرة من بلدهم أو النزوح داخلياً بسبب الأزمات السياسية والأمنية والاقتصادية التي لم تتوقف منذ عام 2003 وحتى اليوم وبحسب إحصائية عدتها مؤسسة القمة المعنية بشؤون اللاجئين والمهاجرين فإن أربعين ألف عراقي في الأقل قدموا طلبات لجوء إلى دول الاتحاد الأوروبي منذ بداية عام 2021 من بينهم سبعة آلاف شخص هاجروا باتجاه بيلاروسيا خلال الأشهر القليلة الماضية وفي سياق المآسي الإنسانية التي ترافق موجات الهجرة تؤكد مؤسسة القمة أن 242 طالب لجوء عراقي توفوا خلال رحلة اللجوء إلى أوروبا فيما بات 171 عراقياً في عداد المفقودين ما بين العامين 2015 و2020 تشير تقارير صحفية إلى أن شريحة الشباب هم الأكثر تفكيراً باللجوء بحثاً عن مستقبل أفضل لهم في ظل الفوضى التي تعيشها البلاد واستمرار تدني المستوى الأمني والاقتصادي وغياب الحلول لهذه المشاكل تأخير الأمم المتحدة للبت بطلبات اللاجئين أجبر الكثيرين من طالبين لجوء العراقيين على سلوك الطرق غير الشرعية كالتهريب عن طريق تركيا إلى اليونان برياً وبحرياً رغم مخاطر هذا النوع من الهجرة تقول لجنة العمل والمهجرين في البرلمان الحالي إن نحو ثلاثة ملايين عراقي هاجروا خارج البلاد أو نزحوا داخلها منذ العام 2014 وحتى اليوم بينما تتحدث تقارير منظمات دولية تعنى بحقوق الإنسان أن العدد أكبر بكثير من المعلن عنه بينما يتوزع مليون ومئة ألف شخص في 287 مخيماً للنازحين لم يعودوا إلى مناطقهم إلى الآن حيث لا يزال النازحون في المخيمات أو في حالة نزوح عكسي لأسباب تتعلق بعدم إعمار مناطقهم وانعدام الاستقرار الأمني بحسب المنظمة الدولية للهجرة حكومة بغداد تبدو غير مكترثة بأوضاع اللاجئين حيث لا تقوم مكاتب السفارة أو القنصلية في البلدان الأجنبية بأداء دورها لحل مشاكل العراقيين في تلك البلدان